أصحاب الفخامة رؤساء دول تجمع البريكس والدول الصديقة السيدات والسادة إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في هذا الاجتماع الذي يعقد في إطار صيغة بريكس بلس تحت عنوان البريكس وأفريقيا شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل المتعدد الأطراف الشامل واسمحوا لي في مستهل حديثي أن أتوجه بخالص التقدير إلى فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا على استضافة جوهانس بيرك لهذا الاجتماع المهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم والذي يشهد تعقيدات غير مسبوقة تنعكس آثاروها بشكل كبير على الدول النامية واقتصادياتها السيدات والسادة أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع البريكس اليوم باتجاه توسيع عضويته والتي أثق في أنها ستساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي ولقد حرصت مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المشاركة في الجلسات المختلفة التي عقدت في إطار سيغة بريكس فلس كما انضمت إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021 ونتطلع لأن تكون مصر عضوا فاعلا ومؤثرا داخل التجمع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف التعامل المشترك في إطار التعاون الجنوب جنوب واسمحوا لي أن أستعرض رؤية مصر بشأن المجالات التي نرى أهمية التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة وهي كالتالي أولا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهها الدول النامية اليوم وهي أزمة الغزاء وتبعاتها وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يلبي حاجات الدول النامية بالإضافة إلى تطوير الزراعة والصناعات الغزائية وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرأي الحديثة المستدامة هذا بالإضافة إلى استعداد مصر بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغزاء العالمية ثانيا إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافا وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي كما نتطلع إلى دعمكم لما أطلقناه مؤخرا مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مسمى تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة بهدف خلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية متوسطة الدخل بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تموية هذا بالإضافة إلى أهمية العمل المشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية وأيضا فيما بين الدول الأفريقية ثالثا أهمية البناء على نتائج مؤتمر كوب 27 الذي استضافته مصر في عام 2022 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي والعمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار ودعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وفي هذا السياق نقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية رابعا ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاستناد إلى المحافل الدولية المتعددة الأطراف والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة والاعتماد على سياسات التهدئة والحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات لا سيما وأن السلام والأمن والاستقرار شرط أساسي لتحقيق التنمية خامسا تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يسهم في إطلاق الطاقات غير مستغلة في الدول الأفريقية وتستند رؤية مصر في هذا الصدد في دوق رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي والعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063 وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية مع تسخير الخبرات والإنكانات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات والتحول الصناعي والأمن الغذائي بمشاركة القطاع الخاص وبالتشاور المستمر مع أشقائنا في الدول الأفريقية هذا بالإضافة إلى حشد الموارد المالية للمجالات ذات الأولوية لدول القارة من خلال تبني مقترح النيباد بإطلاق مبادرة فريق أفريقيا لحشد الموارد وفي الختام أود تأكيد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المشترك مع دول البريكس في مختلف المجالات على المستويين السنائي ومتعدد الأطراف وترحيبها بكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وبناء شراكة مستدامة وشكرا لحضارتكم ترجمة نانسي قنقر